لا هدوء في البيضاء فالميليشيا لا تزال تواصل قصفها المكثفة على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في أماكن عدة من المحافظة مصادر محلية أكدت قصف الميليشيا بقذائف الهاون على قرية صرار القشم بقيفة ردع وكانت منطقة عبل الوهبية بمديرية السوادية قد شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيا التي بادرت في القصف على منازل المواطنين بشكل عشوائي مديرية دوناعم هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة بعد وصول تعزيزات عسكرية للميليشيا التي حاولت التقدم تحت قصف مدفعيا على مواقع المقاومة التي نجحت في التصدي للهجوم وأسفرت تلك المواجهات عن جرح مدني وتدمير العديد من المنازل وفي محافظة الضالع قتلت الميليشيا المواطن رياض صالح مسعد أثناء مروره بجوار إحدى النقاط التابعة لها في مديرية دمت وشهدت مديرية مريس شمال الضالع وقعطبت في الغرب خروقات متكررة من قبل الميليشيا لعمليات وقف إطلاق النار